السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلميذ العزاء. تلميذ الصف الثاني الاتدائي. معيكم السريم صالح محمد من درست الريسة رسمية المتميزة لغات. ان شاء الله النهاردة هنشرح اسلوب النفي. هنشرح اسلوب النفي. اول ما ابدأ في اسلوب النفي لازم اعرف يعني ايه اسلوب النفي. اسلوب النفي زي ما انا كتبة هنا هو انكار قول او فعل ما. او عمل ما يعني. طيب يعني ايه مثل انكار فعل او قول او عمل ما? يعني انا بنكر الحاجة دي او بنفي الحاجة دي عني او بقول ان انا ما عملتش الحاجة دي قبل كده. تمام? قبل ما ابدأ في شرح ادوات اسلوب النفي هتكلم على الحاجة احنا كنا اخدينها قبل كده. الفرق بين اسلوب النفي واسلوب الناحي. طيب هنسترجع كده مع بعض. هكتب مثال ونسترجع كده مع بعض. اول مثال لما اقول لا احب الكذب. المثال التاني لا تلقي القاذ ورات في الشارع. هنلاحز ان احنا هنا في البداية في لا وهنا برضو في البداية في لا. بس في فرق بين الاسلوب هنا والاسلوب هنا. هعرف ازاي هنا البداية هنا في لا وهنا البداية في لا. فرق بين اسلوب النفي واسلوب الناحي من خلال الجملة. هنا مثلا لما اقول لا احب الكذب. فلا احب الكذب دي حاجة انا ما بحبهاش. دائما ما بحبهاش. انا بنفيها عني. او ببعيدها عني. فهيبقى هنا الاسلوب ده اسمه اسلوب نفي. تمام? طيب لما اقول لا تلقي الكاذرات في الشارع. طيب انا دلوقتي بكلم حده قدامي وبقوله ما تعملش الحاجة دي او ان الحاجة دي هتأذيك او الحاجة دي مش كويسة. فده هيبقى ايه? اسمه اسلوب نعي. احنا كده راجعنا حاجة بسيطة على اسلوب النفي واسلوب النعي. هتكلم دلوقتي على ادوات الايه? اللي هي اسلوب النفي لادوات. طيب الادوات المقررة على الصف الثاني الابتدائي هي ثلاث ادوات. كم اداة? ثلاث ادوات. طيب. يبقى اسلوب النفي لثلاث ادوات. ايه هما الثلاث ادوات دول. لازم احفظهم كويس قوي. وبقى عارفهم. عنده تلاث ادوات. لا. ولن. ولم. يبقى اسلوب النفي عنده ثلاث ادوات. لا ولن ولم. هنعرف كل واحدة بيهم في التفصيل دلوقتي. كلمة فيها النهار ده هنتكلم عن لا. لا دي زي ما انتو شايفين كده دلوقتي بتفيد نفي الحدث دائما. بنفي الحدث ده دايما ما بيبقاش موجود. دايما بنفيه عني. سواء كان الحدث ده حصل في الماضي او حصل في الحاضر او حصل في المستقبل. طيب انا بسميها لا دي بسميها لا الشقية. بسميها لا الشقية. بتدخل على الاسم او بتدخل على الفعل المضارع. يبقى لا دي اسمها لا الشقية. بتدخل على الاسم او بتدخل على الفعل المضارع. طيب انا هفهم الكلام ده لما ادي مثال على كل واحدة فيهم. طيب لما اقول مثال المسال الاول لا اله الا الله طيب هبص هنا عندي لا دخلت بعدها على اسم الاله هنا اسم تمام طيب معنى ايه الجملة دي لا اله الا الله معنى اننا لا يوجد اله غير الله عز وجل ودي حاجة كلنا عارفينها ومقنين بيها ان احنا ما عنديناش اله غير الله دي بالنسبة لما لا بتدخل على اسم طيب لما نشوف ان اله لما تيجي تدخل على فعل زي مسلا لما نقول التاجر الامين لا يغش في بضاعة دي خلاص التاجر الامين لا يغش في بضاعة دي طيب ليه هنا جي بعدها فعل طب الفعل هنا نوع ايه فعل مضارع برافو ليه علشان بدأ بياق احنا فاكين حروف الفعل المضارع المضارع او حروف المضارع مجموعة في كلمة انيته ونفتكر مع بعض تمام يبقى التاجر الامين لا يغش في بضاعته يبقى كده عارفنا ان لا بتدخل على اسم وبتدخل على الفعل المضارع وبتفيد دايما نفي الحدث دايما سواء كان الحدث ده حصل في الماضي او حصل في الحاضر او حصل في المستقبل لا هناخد تاني حاجة عندنا اللي هي من الادوات ثانيا لن يبقى تاني واحدة عندنا لن يبقى اخدنا اول واحدة لا وخلصناها هنيجي دلوقتي لش ايه ما ننسهاش هنيجي دلوقتي لمين لا لن طيب لن دي بتفيد نفي الحاجة فين في المستقبل يبقى لن بتفيد نفي الحدث في المستقبل وخلي بالي قوي من كلمة المستقبل يعني ايه مستقبل يعني حاجة لسه هتحصل او حاجة لسه هتحصل ما حصلتش يعني لا لسه هتحصل دلوقتي او بعد كده سبقى كان بكرة الشهر هو اليوم التالي او الشهر القادم او العام القادم او ايا كان ايه بقى حاجة هتحصل لسه في المستقبل تمام طيب يعني بتفيد الحاجة اللي انا هعملها بكرة طيب انا عايزة اقدي مثال عليها عشان نفهمها طيب نبص على المثال لما اقول لن اذهب الى المدرسة غدا ايه يا مست الكلام دا طيب انا افهم ايه من الجملة بتاعتي دي ان انا مش هروح المدرسة بكرة لسه بكرة انا بقول على حاجة بكرة حاجة دي حصلت لا لسه محصلش لسه هتحصل بكرة طيب ايه ايه اللي عرفني من كلمة غدا غدا دي معنى بكرة فانا حطيت هنا الادة المناسبة لها اللي هي لن هنأجي ناخد اه 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 الادة السالسة وهي ايه لم لم خلاص طيب احنا عرفنا ان لن بتفيد نفي الحدث في المستقبل. طيب. لم بقى بتفيد نفي الحدث في الماضي. او الزمن في الماضي. احنا عرفنا ان لم في المستقبل. اما لم بتفيد نفي الحدث في الماضي. تمام? طيب. يعني ايه يا مس برضو الكلام ده? لازم ادي مثال عليها. مثال? هنقول مثال لم ازور جدتي امس. خلي بالي قوي من كلمة امس. معنى الجملة ان انا مروحتش ازور جدتي امس. امبارح. طب اه امبارح. يبقى امبارح ده يعني ايه? حاجة حصلت وخلصت في الماضي. يبقى هاخد لها الاداة ايه هي? لم. طيب. في ملحوظة كده مهمة جدا. لازم ابقى عارفها ومركز معاها. ان لم ولم بيجوا بعدهم فعل مضارع. يبقى بيجي بعدهم فعل ايه مضارع? احنا شفنا هنا اذهبه وازوره بيجي مضارع. طيب. بكده انا نكون خلصت النهاردة ادوات اه نفي الفعل. اه ادوات النفي اه الخاصة بالفعل المضارع. وان شاء الله هنعمل التدريبات دلوقتي عشان نتأكد ان احنا فهمنا الكلام ده. بقى في التدريبات. وطبعا لازم تركز معايا. خلي بالك. هنفتكر مع بعض ايه هم ادوات النفي? اللي هي لا ولن ولم. يبقى عندنا تلات ادوات لا ولن ولم. لا الشقية اللي بتدخل على الاسم والفعل المضارع. اما لن بتدخل على الفعل المضارع. وبتفيد ايه الحاجة? نفي الحدث في المستقبل. اما لم بتفيد نفي الحدث في الماضي. طيب هنبدأ كده نركز مع بعض ونشوف التدريبات. لما اقول مسلا ضع لا او لن او لم في المكان المناسب. لما حط نقط. يلحق مسلا. احمد الطائرة امس. يلحق احمد الطائرة امس. اه ابصحك جملة بتاعتي. طيب الحاجة دي هتحصل ولا حصلت ولا حاجة دي دايما موجودة. لا يا مس دي حاجة ايه? امس. يعني حاجة مبارح وخلاص خلصت. فهحط ايه? مين الاداة بتاعتها? لم. لان لم بتفيد نفي الحدث فين? في الماضي. وعندنا كلمة امس دي دلت لنا ان هو كان في الماضي. طيب. لما اقول مسلا اذهب الى النادي الشهر القادم. طيب. اذهب الى النادي الشهر القادم. معنى الجملة ايه? ان انا مش هروح النادي لسه لسه الشهر القادم. طيب الشهر القادم دي حاجة دلوقتي? ولا حاجة حصلت? ولا حاجة لسه هتحصل? لا. دي حاجة لسه هتحصل. طيب افتكر ايه الاداة اللي لمسألت عليها ان هي هتحصل في المستقبل? هتبقى الاداة هي لن. هتبقى الاداة هي ايه? لن. طيب. لما اقول مسلا نقط وسيء من الحيوانات في الشارع. طيب اسيق للحيوانات في الشارع. دي حاجة او حاجة انا ما بفضلهاش. او ما بعملهاش دائما. فانا هختار ايه? ما بعملهاش دائما دائما يبقى مين اللي بتبقى دائما دي بتيجي مع دائما هتبقى لا برافع عليكم. يبقى هتبقى الاداة ايه هي? لا. علشان دي حاجة دايما انا ما بحبش ان انا اسيق لايه? للحيوانات. طيب هنقول اخر حاجة كده مسلا. نقط. طمتر. السماء. امس. 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 مبارح. السماء ممطرتش. امس. يبقى اول ما اشوف. امس. يبقى اقول ايه? لم. هختار الاداة لم. لان دي حاجة حصلت في الماضي. وخلاص خلصت. وبكده اكون خلصت معاكم اه ادوات النفي. يارب اكون قدرت اه في التكم ووصلت لكم المعلومة. وان شاء الله هستنى التطبيقات بتاعتكم على الاسئلة اللي هبعتها على الجروب. والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة.